رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جبله يرى أن ما آل إليه الوضع السياسي في البلاد راجع إلى ممارسات غير أخلاقية في دولب السلطة ما جعلها تتسبب في عرقلة ديناميكية الحياة السياسية وأدت حسبه إلى تأثير في إمكانية تحقيق الانتقال الديمقراطي المواطن يتكون عنده قضية يسمينه ألف مرة أنه ما يروح للقضاء وإذا راح للقضاء يبدو لكل جهد باشي يشوف المعارف حتى لا يظلم من طرف القضاء عبدالله جبله ذكر بأن البرلمان الجزائري مؤسسة غير مستقلة عن قصر المرادية واصفا رئيس البرلمان بالرئيس الموجود على الورق الذي لا تأثير له على نشاط هذه المؤسسة التي تمثل الشعب عندنا برلمان هو أيضا مارس وظيفة الشريعية ورئيسه الحقيقي ما هو شهد من الرؤسة الموجودة الآن والرئيسه الحقيقي هو رئيس جمهورية نفسه يعني هذا ليس على الورق منصوص عليه أنه هو الرئيس كذا وكذا ولكن من حيث الصلاحيات التشريع المعطات لرئيس الجمهورية المعارض صاحب القبعة الدينية أكد أن السلطة الحالية ضحكت على الجزائريين لمدة طويلة مذكرا أنها اعتمدت على تغليط الرعية وهو ما جعل الجزائر تعيش حياة ديمقراطية أفرغت من المحتوىها الحقيقي وبعد ربع قرن من الضحك على الأمة ومن التلاعب بإرادة الأمة ومن الزعم بأن هناك تحول ديمقراطي وفي الحقيقة لا يوجد تحول ديمقراطي وحمل جاب الله مسؤولية الركود الذي تعيشه الجزائر إلى غياب النخبة التي لها وزن في الساحة السياسية وهو ما دفع التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي إلى دعوة مختلف الأسماء الفاعلة بالانضمام لقيادة الجزائر إلى مرحلة جديدة تكرس فيها الديمقراطية الفعلية عدد من هذه الشخصيات منهم مولود حمروش ومنهم غزالي ومنهم علي يحيى عبد النور ومنهم بن فليس وعلى كل هذه الشخصيات المعروفة ذات القيمة وذات الوزن وجود رؤساء حكومات سابقين على شاكلة علي بن فليس وسيد أحمد غزالي ومولود حمروش وعلي يحيى عبد النور فضلا عن مختلف التوجهات سواء كانت إسلامية أو علمانية أو لبيرالية أو اشتراكية من شأنه جعلوا تنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أشبه بهيئة تدعو إلى إنشاء جمهورية قوس قزح والسؤال الذي يبقى مطروحا هل ستفتح هذه الأسماء فمها في وجه السلطة المنتشية بالعهدة الرابعة أم أن عملية فتح الأفواه ستقتصر فقط عند طبيب الأسنان هذا ليس على الواحد؟